وفي عدن ناقش اجتماع مشترك عقد بالعاصمة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي لتعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر مواني المناطق الحرة وتطرق الاجتماع إلى تعزيز أليات التنسيق للدقاء للبواخر إلى المواني المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضايع والسلع الاستهلاكية وأكد الوزير النقل أن حركة نقل السفن والبواخر إلى مينا عدن والمواني المحررة لم يطرع عليها تغيير مطمنا كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عمل نقل البضايع وفقا للأطر المنظمة لها وأوضح الدكتور عبدالسلام حميد أن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهدا لإحلال السلام في البلاد بتوافق الأطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي مشيرا إلى محاولة استثمار الميليشيا الإنقلابية ذلك وبث الأكاديب بغرض خلط الأوراق وتحقيق مكاسب وهمية واستعرض الوزير حميد حزم من القرارات والإجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في مواني المناطق المحررة البحرية منها والبرية وكذلك الجوية وكذلك أبرزها تكليف قيادة جديدة لمؤسسة مواني البحر الأحمر في الحديدة واقتصار تقطية النقد الأجنبي على البضايع التي تستوردها عبر مواني المناطق المحررة إلى جانب اقتصار تقفيض رسوم التأمين على المواني بالمناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها واتخاذ كافة إجراءاتها بما يكفي التحسين وتعزز الأنشطة التجارية والملاحية بالمناطق المحررة اشتركوا في القناة